أستاذ الصادق تحدثنا عن الانتهاكات ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطين المحتلة وفي الشرق الأوسط وفي العالم أيضا ما هي الوسائل التي تعتقد بأنها ناجعة قادرة على وقف الاعتداءات ضد الصحفيين سواء كانت اعتداءات بالقتل بالأخفاء القصري بالاعتقال طبعا الخطوة الأولى دائما في مواجهة الأخطار وانتهاكات الكبيرة التي تعرض لها الصحفيين هي تضامن المجتمعات الصحفية نفسها ووعي الصحفيين بهذه القضية كثير من الصحفيين في المنطقة ونحن نعاني من هذا في الوطن العربي وفي أفريقيا لا ينتمون إلى هذه المنظمات وكثير من الصحفيين لا يعرفون حجم التضامن وأثر هذا التضامن الكبير مع بعض من بعض في الوصول إلى النتائج التي يرجوناها سواء كان قيادة الحملات الكبيرة أو ممارسة ضغط نحن نملك سلاح الكلمة سلاح الكلمة قوي جدا إذا أحسن استخدامه فلذلك الآن داخل اتحاد الدولي للصحفيين تقاد مثل هذه الحملات الكبيرة ونجحت هذه الحملات نجحت في عدة دول نجحت في محاصرة سلطات مثل بورما مثل سلطات أخرى في مناطق في العالم في محاصرة هذه الدول في قضايا كبيرة وكلنا لاحظنا أيضا الحملات التي تمت في بعض القضايا الصحفية الكبيرة مثل حوادث اغتيالات الصحفيين أو سجن الصحفيين في كثير من بلالعالم أن التضامن بين الصحفيين هو الذي يقود إلى عدم إفلات كل من ارتكب جريمة الصحفيين في العقاب عذرا على المقاطع أستاذ الصادق ولكن أريد توضيح في نقطة هامة كثير من الصحفيين تكونت عندهم صورة عن هذه التجمعات الصحفية بأنها تؤدي دور فخر شرفي وفقط شكليات كيف ترد على هذه طبعا غير صحيح يعني غير صحيح نتيجة عندنا الآن إذا كانت إسرائيل لم تستطع دول الوطن العربية الحكومات وحتى السلطة الفلسطينية نفسها أن تقود إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الآن نجحت النغابة الفلسطينية للصحفيين ومع الاتحاد الدولي للصحفيين في أنهم يودعوا هذه القضية في محكمة الجنائية الدولية الآن قضية صحفية وحدها أوقفت العالم كله على قدمين فهذه أنا قلت أننا نمتلك سلاح الكلمة ويجب أن ينتبه الصحفيين إلى أنهم قوة كبيرة مؤثرة في المجتمعات ولكن الصحفيين عندما يخضعون لكل عملات الترغيب أو الترهيب أو التهديد يتراجع دورهم لكن إذا التحم الصحفيون مع بعض والبعض ووجد هذا التناصر وهذا التعاضد وهذا التعاون الكامل يستطيع الصحفيون أن يحققوا شيئا كذلك الصحفيين يستطيعوا أن يقاطعوا كل أخبار الحكومات والأنظمة في سبيل الحفاظ على ورقة ضغط على هذه الحكومات حتى تستجيب لديهم كذلك يستطيع الصحفيين أن يغيروا كثير من التشريعات اتحاد الدولة للصحفيين قادر على حماية هؤلاء الصحفيين؟ الاتحاد الصحفيين يبزل ما عنده وقادر في ذلك يعني اتحاد الدولة للصحفيين لديه عدة أساليب لديه عدة طرق وخاصة اتحاد الدولة للصحفيين طور الآن في سبيل حماية وسلامة الصحفي طور أساليب كثيرة للسلام المهنية وهي أساليب ناجعة في كيفية حماية الصحفي لنفسه حماية الصحفي حتى لو لاحظت اللبس الواقع الذي يرتدي الصحفي كلها كانت يعني من جملة الوسائل التي تتخذ الآن في العالم لحماية الصحفي التحاد الدولة للصحفيين ماضي في هذا الجانب التحاد الصحفي الآن يدرب الصحفي في العالم في مجال السلام المهنية لكن في نفس الوقت التحاد الدولة للصحفيين الآن يعني استطاع استطاع أنه يأهل كثير من المنظمات الحقوقية يتعاون مع كثير من الجهات الحقوقية لملاحقة مرتكبي جرائم ضد الصحفيين وهذه ناجعة جدا وقوية جدا إذا فقط تحرك الصحفيين تجاه هذا الأمر